ولم يتفوق أي إنسان إلا بالتجربة والمجازف والتدريب والإصرار والالتزام والعمل والتجربة والفشل وارضت خلف أحلامه دون كلل أو ملل يعني بدي أوصل لشيء معين ثقوا تماما بعد ترفيق رب العالمين رح أصيب أنا كالقيامة ذاتي ومنهادي شو يعني مضارع تام مستمر؟ إيه هو استخدامات؟ يعني بنحكي عن حدث حصل في الماضي ولا يزال مستمر لغاية هاي اللحظة الآن أفعال لا تقبل الاستملارية إذن هاد بين إيش آي إن جي ما كان بالخيارات وازوير آي إن جي هيكون هاد فربي ثري سينس فور أول إفري ستيل لونج أجني بعد سينس إذن بعتبر الجملة أنه كأنه في الشفية ماضية يا رب سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب المؤدبين المحترمين بسم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على سيدة محمد يا رب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هلأ إحنا الأزمنة حكينا مراجعة للأزمنة كلها بشكل عام كلها كاملة الآن الفيديو الأول يا رب تكونوا حضرتوه بجاه الله يا رب يا كريم يا الله هلأ لهذا الفيديو الثاني الله يكرمكم يا رب لـ 12 درس إخواني مش درس ودرسين 12 درس يعني هذا الفيديوهات هي تستحق الاحترام وتستحق الانتباه والله 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 نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وتذكروا أن عجبت لهم قالوا تماديت فيه في المرى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب نبدأ الآن نكمل الشغل اللي اشتغلنا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هلأ محترمين مؤدبين في عمنا شيء اسمه اللي هو الـ Perfect Continuous Tenses اللي هي أزمنة التام المستمر أزمنة التام المستمر الآن محترمين في عنا هون مضارع تام مستمر هذا مضارع طبعا اتفقنا ما تكتبوش ما تكتبوه مضارع تام مستمر وفي عنا الـ Past Perfect Continuous اللي هو الماضي التام المستمر طيب هذا أخذناه في الوحدة الأولى وهذا أخذناه في الوحدة الثانية شوفوا الآن كيف نجمعهم الاثنين مع بعض يلا بسم الله الرحمن الرحيم الآن محترمين مؤدبين أول شيء التام المستمر قانونه اللي هو have أو has أو had plus been plus verb ing الآن متذكرين يا حضرات يا محترمين لما نحكي كلمة تام أفعال have زائد verb 3 لما نحكي مستمر ب زائد ing هذا التام ومستمر معناته أفعال have وبن وing تعالوا الله يرضى لي عنكم يا رب على have أو has زائد بن زائد ing هذا اللي هون يا مؤدبين يا محترمين بيدلني على درس شو اسم الدرس اللي هو مضارع تام مستمر إذن مضارع تام مستمر لاحظوا معلومة أسيسية هاي إذن have أو has زائد بن زائد ing مضارع تام مستمر إذن شو ضل الماضي التام المستمر يا أهل الخير اللي هو ضلاله اللي هو had وبعدها هون اللي هي بن وبعدها هون ing إذن هذا اللي هون اسمه اللي هو إيش ماضي تام مستمر إذن المضارع التام المستمر من حيث القانون اللي هو have أو has زائد بن زائد ing والماضي التام المستمر اللي هو had بن ing تمام تمام طيب هلأ يا مؤدبين يا محترمين لما بنحكي عن مضارع تام مستمر شو يعني مضارع تام مستمر إيه هو استخدامات الاستخدام الأساسي اللي بيلزمنا in the first place في المقام الأول بنحكي عن حدث حصل في الماضي بدأ في الماضي ولا يزال مستمر لغاية هاي اللحظة بدأ في الماضي ولا يزال مستمر يا جماعة الخير ميكانيكي فاضل محترم بيصلح في السيارة صار له ساعتين الله يقوي يا رب ولا يزال لغاية اللحظة هاي بيصلح فيها إذن مضارع تام مستمر الحدث بدأ في الماضي ولا يزال مستمر مزارع الله يعطيه صحة والعافية يا رب والثمار الطيب إن شاء الله بيسقي في المزرعات من أذان الفجر الآن لغاية اللحظة هاي الساعة 8-9 الصبح مثلا الآن هذا بنسميه مضارع تام مستمر إذن has been watering أو has been irrigating إذن لا يزال بدأ في الماضي ولا يزال إذا فهمنا فهم بيصير عندي سهل صياغته هذا اللي هون اللي هو بنحكي عن an action اللي هو حدث started بدأ in the past and is still going on أو and still goes on أو and is still continuing أو and still continues اللي بدك إياها أهم شيء أنه بدأ في الماضي ولا يزالوا إيش يا محترمين ولا يزالوا مستمرة هذا اللي هو المضارع التام المستمر هلا فيه جزء من الطلاب من الدقيقين جدا بيقول لك طب تعال أحيانا بكل حدث انتهى وإلو نتيزة حنزيلوا 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 لأ قدام شوي مع الكلمات اللي بتتكرر فيه أكثر من زمن يا الله هالفيديو هيكون فيه أشياء جدا ممتازة الآن الطالب هيك يعني أخوي وأختي سوري على الكلمة بس بتعبر شوي بلتخم لما يطلع على كل شوي بتنطلو كلمة بتنطلو كلمة that's how that's why كل شوي بتنطلو sense of for كل شوي بتنطلو every فيه أكثر من زمن buy when مثلا الآن كلهم هذول حنناقشهم متى هاي ومتى هاي ومتى هاي الكلمات اللي بتتكرر فيه أكثر من زمن إن شاء الله هلا بتروحوا على الماضي التام المستمر ماضي تام مستمر الآن إخواني ماضي تام ماضي تام مستمر مستحيل يكون الحدث لحد الآن شغال مستحيل ما هو هذا مضارع تام مستمر ماضي تام مستمر الآن حدث كان مستمر للحظة معينة في الماضي مثلا 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 انبارح الساعة سبعة مثلا 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 الآن رحت على المكان الفلاني مثلا ساعة سبعة فلما دخلت على المكان كان فيه شخص موجود شو بتعمل بيقول لي والله أنا كنت شغال والله فيه طباعة الآن توصيات لغاية هذه اللحظة إذن حدث كان مستمر للحظة معينة في الماضي هذا بنسمي لي an action happening up to a specific time in the past أو to a time in the past specific معناها هذه اللي هي محدد إذن to a specific time an action أو actions happening up اللي هي كانت تحدث to a specific time in the past لوقت محدد متى يا محترمين اللي هو فيه في الماضي إذن مضارع تام مستمر وماضي تام مستمر have has had been ing مضارع تام مستمر ثلاث كلمات إذن have has been زائد ing ماضي تام مستمر ثلاث كلمات إذن had been ing يلا يا مؤدبين يا محترمين لا تكتبوش لا تكتبو هلالطلاب يشوفوا ما أسهل هاي الصفحة هاي بتلخص لنا أشياء مهمة هاي الصفحة هاي حتسألوا عنها الله يرضى عنكم يا رب الفين وخمسة الفين وستة الفين وسبعة الفين وثلاثين هيسألوا عنها الله يسعدكم يهدي بالكم يا رب الآن كلمات هذول بنسميهم كلمات الاستمرارية since for all every still long again since for all every still long again هذول أهم دلائل في الأزمنة كلها كاملة اللي هم دلائل الاستمرارية هذا اللي هون مهمات جدا 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 إذن كلمات الاستمرارية شو هم يلا عيدوا من وراي since for all ما تطلعوش عشاشات عيدوا since for all every still long again since for all every still long again الآن all every الآن هذول اللي هون لازم يجي وراهم ايش time reference اللي هو ظرف ايش يعني ظرف يدل على الزمان all every هلأ ما بيصير أحكي والله all houses الآن all houses كل البيوت وجه استخدمها مضارع تام مستمر طب ما هي كل البيوت بيجوز انها مثلا we rented يعني تم تأجيرها والله ten years ago قبل عشر سنوات شو دخلها بالمضارع تام مستمر إذن all all day all week all month all decade all century all هاي الكلمات اللي بيزي بيدلوا على زمن الآن every ما بيصير أحكي every country والله هاي بتدل طب every country مثلا 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 every european country مثلا مثلا participated in the first world war شاركت بالحرب العالمية الأولى أنا بحكي عن إشي صار له مية وإشي سنة يا جماعة إذن لازم أنتبه no all or every شو لازم يجي وراهم احكوا يلا يلا time reference all or every لازم يجي وراهم time reference all or every لازم يجي وراهم وقت هلأ شوفوا بالله عليكم شوفوا التخطيط شو هص الله الله الآن هذول الكلمات لا يوجد شيء ماضي ما في ماضي معناته مباشرة الحل مضارع تام مستمر إذا ما في إشي ماضي إذن ها إذن إذن الحل الحل حيكون مضارع تام مستمر طب إذا في إشي في الماضي فالحل ماضي تام مستمر ولا تعجق حالك بمليون شغلة يا طويل العمر أول ما تروح على الجملة بتدور على دلائل الاستمرارية لأنها الأكثر أهمية تعالي على هاي الجملة اللي هون شبالله عليكم شو هاي فور الآن الطالب بنعجق بيقول لك يا ربي هاي مضارع تام مستمر ولا ماضي ولا مستقبل أصبروا شوي الآن كلمة فور هاي اللي هون كلمة فور هاي الموجودة هون كلمة فور بتدل على الاستمرارية تمام تمام بتفقد الجملة نتفقد الجملة من عوضله لآخرها هلأ كلمة فوند هاي اللي هون عبارة عن فورب تو فورب تو يعني إيش يا مؤدبين يعني ماضي معناها ثبتت الرؤية كانها ماضي تام مستمر دليل استمرارية وإشي في الماضي ماضي تام مستمر إذن حلي هون حيطلع إيش حيطلع اللي هو هاد بعدين بن وبعد بن إيش يا مؤدبين يا محترمين اللي هي تايبينغ إذن حل طلع هاد بن تايبينغ هلأ وين 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 هاي فوند مي لما الآن اتصل فيه بلحظة بالماضي الآن هاي هاد بن تايبينغ كنت أنا والله بطبع في الاتفاقية لمدة ساعة يامتصل ما إيصار لساعة مبلش أنا قبلها إذن الحدث استمر للحظة معينة specific time in the past إذن هذا اللي هو الماضي التام المستمر إذن ماضي تام مستمر إذن هاد بن تايبينغ هاد بن تايبينغ إذن يلا لخلاصة الكلمات هذول شايفينهم ياهل الخير شايفينهم الكلمات هذول مع إشي في الماضي ماضي تام مستمر الكلمات هذول ما في إشي في الماضي مضارع تام مستمر شكرا عفوا إذن من زاوية أخرى يلا محترمين طوينهم طلاب الفخام التوزيهي شايفين هذول الكلمات شايفينهم هذول الكلمات الموجودة عنا هون هاي الكلمات الموجودة عنا هون هذه الكلمات الموجودة عنا هون بتدلع مضارع تام مستمر أو ماضي تام مستمر إذا كان في إشي في الماضي ماضي تام مستمر طب ما في إشي في الماضي مضارع تام مستمر وشكراً عفواً يا أهل الخير طيب الآن يا مؤدبين يا محترمين ملاحظة هامة الزمن بعد السنس دائماً ماضي لكن عند الحل لا نعتبره ماضي لا إله إلا الله شو معنى هذا الكلام؟ ما بعرفها الآن من شوف الآن شو الكلمة هاي سنس؟ معكم خطوة خطوة هاي الملاحظة كاتب المعلم عليها هون مهمة طلاب المحترمين المؤدبين الله يرضى عنكم يجبر خاطركم يا رب هون بدنا تركيز تركيز سنس معناها منذ منذ خطوة خطوة نبلش شيك في المعلومة من بدايتها كلمة سنس معناها منذ تمام تمام الآن منذ منذ أنقابلتك معناته ماضي منذ سنة 1990 إذن ماضي لا إله إلا الله معناته دائماً وأبداً بعد سنس دائماً ماضي دائماً ماضي انتبتها في بالنا بعد سنس دائماً ماضي لو سألني عن اللي بعد سنس اللي بعد سنس حلك ماضي دائماً بعد سنس دائما ماضي الآن الزمن بعد سنس دائما ماضي سنس معناها منذ دائما ماضي شو هاي الكلمة هاي سنس بعدها هون ماضي دائما ماضي دائما ماضي الزمن بعد سنس دائما ماضي بعد سنس دائما ماضي لكن لما أجي أحل الآن بغطي على الماضي هذا ما بيهمنيش بالمرة فبعتبر بعتبر أنه بعد سنس ما في شي بالمرة خلاص هاي سنس فبعتبر الجملة فورا مضارع تام مستمر إذن هون حل يطلع اللي هو هاف بعدين هون اللي هي بين وبعدها هون اللي هي يوزن يلا اللخص بعرف والله بعرف بعرف إنه نصكم بالضبط ما لقتش المعلومة عادي يلا الخلل مش فيكم الخلل فيه أنا يا أخي يلا بسم الله الرحمن الرحيم الآن سنس دائما وأبدا يلا نثبت معلومة معلومة هلأ سنس شو معناها بالعربي شو معناها؟ معناها منذ دائما وأبدا الزمن بعد سنس دائما وأبدا الزمن بعد سنس دائما وأبدا الزمن بعد سنس ماضي دائما ماضي دائما ماضي يعني لو سألني بعد سنس الفراغ بعد سنس دائما ماضي نقتنع قناعة ما بديش تحفظ وحفظ سنس معناها منذ منذ أن قابلتك منذ أن مثلا عقدت الاتفاقية منذ أن وقعت الشيء الفلاني منذ أن اشتريت السيارة منذ أن إذن دائما بعدها إيش ماضي لما نيجي نحل ما بنعبروش بالمرة اللي بعد سنس إذاً بعتبر الجملة كأنه فيش فيها ماضي فممكن يسألني عن اللي بعد سنس وممكن يسألني عن اللي قبل سنس إذا سألني عن اللي بعد سنس حلك دائماً ماضي إذا سألني عن اللي قبل بغطي على الماضي إذاً بعتبرها مضارع تام مستمر أعيد لأن الجملة الأخيرة أظن إنها شبه وضحت شوي ممكن يسألني عن اللي بعد سنس وممكن يسألني عن اللي قبل سنس إذا سأل عن اللي بعد سنس دائماً وأبداً ماضي طب إذا سألني مش عن اللي بعد سنس الشيء الآخر معناته اللي هو مضارع تام مستمر الله يرضى عنكم يهدي بالكم يا رب إذن الزمن بعد سنس لا نعتبره إيش أخواني اللي هو ماضي لا نعتبره ماضي هلأ شو اللي بصير مع الطلاب اللي بصير مع الطلاب كالتالي الآن بيجي يتفقد لك الجملة هاي بيقول لك وير زمنها ماضي إذن الحل هون ماضي تام مستمر عمي ما بزبط هذا الكلام طب الآن نأخذها على معناها الله يرضى عنكم يا رب الآن الناس بيستخدم موبايلاتهم منذ أن اخترعوا لي الموبايلات بلا عليكم هل الناس بطلوا استخدام الموبايلات لا سمح الله حشو كلا أهم من الأكل والشرب يا أخي إذن هون هيكون اللي هي people have been using smart phones since they were invented يلا يطلعوا عليها مرة ثانية عشان نقتنع فيها أكثر الزمن بعد السنس دائما ماضي لكن عند الحل لا نعتبره ماضي الله يسعدكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله إذن هاي الملاحظة جدا 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 مهمة هلأ لازم ننتبه لفيه إشي اسمه أفعال لا تقبل الاستمرارية الآن أفعال لا تقبل الاستمرارية حنيجي لها حنيجي لها حنيجي لها أفعال لا تقبل الاستمرارية الآن مثلا 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 عنا الفعل اللي هو understand حنشوفهم الآن understand هذا مثلا في عنا الفعل اللي هو no في عنا الفعل want الفعل يا جماعة الخير الفعل يا أهل الخير والفعل اللي هو هذول الأفعال لا تقبل الاستمرارية الآن سألتكم بالله العظيم اسمعوا والله العظيم الموضوع ما هو معقد يا محترمين الآن جملة مضارع تام مستمر والفعل ما بقبل استمرارية طب بدل المضارع التام المستمر شو بستخدم مضارع تام مستمر ناقص مستمر شو بيساوي مضارع تام طب الجملة كانت ماضي تام مستمر والفعل لا يقبل الاستمرارية شو الكلمة مستمر ماضي تام خلص طيب الآن طالب ايش ايش اللي بيصير معه يفقد الثقة بالدراسة بطريقة غير عادية مثلا بيقول لك طب افرض كانت الجملة مضارع مستمر مش مضارع تام مستمر وما كان فيه عندي وكان فيه دليل الاستمرارية شو أسوي يا ربي حل على المضارع تام يا أخي على البسيط صح وعالتام صح والدنيا كلها صح بس انت حسب الخيالات الموجودة عندك انا بقول لك انت لو تاخذ الموضوع ببساطة وما تعقدش الدنيا والله والله الموضوع أبسط من اللي فيه بال ثلثينكم على الأقل والله العلي العظيم خلص بيقول لك طب انا يعني مضارع تام مستمر ما كان فيه كان الفعل لا اخي على الاستمرارية اذا مضارع تام طيب لو جاب ليها مضارع مستمر خلص انخرب بيتي هذا واذا شاب يعني بيقول لك خلص انا عمي هذا انا خلص ما لكل الدنيا ضاعت معي واذا بنت مستقبل حيضيق 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 لهم تحان يدربون فيه درب درب يدربون عمين يدربون عمين الآن كانت الجملة مضارع مستمر وما فيها دليل الاستمرار خلص يا اخي مضارع بسيط حلها مضارع تام حل حسب الخيالات الموجودة يا اخي احنا مرجعنا أسئلة وزارة مش قاعدة تهبل هيك من رأسي يالله يرضى عنكم يا رب أسئلة وزارة يا مؤدبين يا محترمين الآن في مرجعية لها يعني الدنيا مو فوضى أخواني التوجيه عمره ما كان فوضى الله يسعدكم يا رب ويهدي بالكم الآن الفعل ثنك هنحل عليه الفعل ثنك هذا اللي هون الآن له حالات هذا الفعل ثنك هذا له حالات راح نحل عليه أي شيء بتشوفوه هون في نقص معين هنلاقي اللي هو في الجمل ونغطيه مع بعض الله يسعدكم يا رب ويهدي لبالكم إن شاء الله المؤدبين المحترمين الآن نشوف الآن أزمنة الفيوتر شيء سهل جدا يا رب يدخيلك مسهل المحترمين المؤدبين الآن في فيوتر تنسز اللي هي أزمنة إيش المستقبل الله يزعل مستقبلكم خير يا رب يا كريم أزمنة المستقبل هلأ في الوحدة الأولى كان مرة علينا اللي هو will be going to صح؟ مشان الله بدنا الفرق الرئيسي بين will be going to مش نحفظ وحفظ نفهم وفهم جماعة I will attend this course I am going to attend this course الفرق بينهم I will attend معناها أنا سوف ألتحق I am going to أنا سوف ألتحق الآن I will attend بجوز أو بجوز لا حسب الظروف حسب التسهيل I am going to والله تعالى أعلم أني رايح رايح عليه خلص أكيد إذن الفرق أنه will 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 للصغيرة هاي will مش احتمال آه احتمال لا الآن I am going to I am going to I am going to الله أعلم أنه شيء حتماً حيصير والله تعالى أعلم الآن محترمين مؤدبين تعالوا الآن be going to طبعاً كوننا بنحكي عن مستقبل إذن هذا لا was ولا where أكيد I am كملوا was كملوا و are الآن بنحكي عن شيء اسمه اللي هو production with evidence الآن production معناها اللي هي تنبؤ تنبؤ الآن مع دليل with evidence تنبؤ مع دليل إذن في دليل واضح الآن هذا production without evidence اللي هي تنبؤ الآن without بمعنى اللي هو بدون بدون إيش يا محترمين بدون دليل إذن تنبؤ مع دليل وتنبؤ بدون دليل production with evidence وproduction without evidence تنبؤ مع دليل وتنبؤ بدون دليل طبعاً الآن هون تعالوا الله يرضى لي عنكم يا رب في الكلمات هاي بتدل على be going to الآن program لما نحكي برنامج الآن برنامج وهاي اللي هون اللي هي خطة intention اللي هي نية هاي نية واسكتجول معناها اللي هي جدول أو خطة جدول أو برنامج إذن لما يكون عندي جدول الآن أو خطة معينة فأنا معناتهم خطط لهذا الشيء إذن بستخدم لها be going to الآن black sky clouds تطلع على الغيوم تطلع على السماء السوداء إذن الله أعلم أنه be going to في غيث إن شاء الله اللهم اسقنا الغيث يا رب أعطانا جزء من be going to أعطانا بين الأقواس مثلاً going على سبيل المثال أو go معناها ثبتة الرؤية على be going to إذن هذا البلزمنا من be going to الآن prediction with evidence تنبؤ بيكون مبني على دليل الكلمات هاي بتدل على تخطيط معين خطة معينة أونية معينة جدول معين الآن حسب جدولي حسب جدولي أنا راح أراجع إنجليزي مثلاً الله يحنن إديكم على الإنجليزي يا ربي يا كريم الله حسب جدولي أنا راح أراجع إنجليزي بكرة معناها هذا الكلام في خطة معينة إذن والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم إني حراجع حراجع إنجليزي إذن هون اللي هي be going to الآن well prediction without evidence اللي هو تنبؤ بدون دليل بدون دليل الآن شو البيات هاي اللي هون هسا الطالب اللي دارس معي عارف شو اللي أنا بحكي فيه والله العظيم عارف الآن perhaps اللي هي معناها ربما الآن possible possibly probable probably الآن think maybe هذول كلهم الكلمات بيدلوا على إيش يا محترمين على احتمال بجوز آه بجوز لا شوف لما نفهم فهم الآن بيصير سهل الموضوع علينا الآن هذول معناهم ربما من المحتمل إذا من المحتمل أنا بدي أعمل كذا معناها اللي بستخدم له إيش هاي اللي هي will الآن في كلمة hope وحنجي لها كمان شوي مهمة جدا hope زائد subject حييجي هون will إذن hope هاي اللي هون hope وبعدين إيش هون اللي هي فاعل I hope أنا أرجو أو أنا آمل أو مش معناها حكينا يتمنى يتمنى تحكيش لصاحبك أتمنى لك حياة سعيدة معناها هذا الكلام الله لا يسعدك هيك طبعا هيك معناها ما هي الأمنيات لن تتحققها للخير إذن هون تحكي له أرجو لك حياة سعيدة هيك المفروض المفروض الآن إذن hope هاي أنا أتمنى أرجو يعني أرجو أرجو الآن أرجو معناته بحكي عن شيء المفروض اللي هو في المستقبل هلأ experts معناها اللي هي الخبراء الآن ما بعرف ذاكرتكم شو في قطعة أظن مرت عليكم هيك زي الحلم الذكرين هو لا كان اسمها the internet of things الانترنت الأشياء آف الآن القطعة هاي the internet of things كان بحكي لنا عن الـ experts الـ experts say that بيحكوا in just a few years time خلال سنوات قادمة أنه billions of machines كأنها will be connected to each other and to the internet as a consequence كأنه حكي لنا بعدها computers will increasingly run our lives أو كمل 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 الآن لما حكي كلمة experts وكان يتنبأ في المستقبل استخدم اسمعوا سبع جمل سبع جمل فيهم will سبع سبع جمل فيهم will سبع فيهم will مش واحدة سبع جمل فيهم will إذن معناها هذا الكلام experts ديروا بالكم الخبراء الخبراء will خبراء ويلون للخبراء يا ربي سامحنا يا الله بس إنه كفك عشان نحفظ طيب الآن هؤون اللي هو sudden decision أو spontaneous decision قرارات مفاجئة مع الفعل help أو call الآن بني آدم بحاجة لشيء معين أوكي أوكي don't worry my dear I'll call the emergency أنا بتصل في الطوالق مثلا الآن كلمة اللي هي help بني آدم في مأزق معين أوكي أوكي لا تقلق يا أخي I'll help you أنا حساعدك I'll help you اللي هي sudden decision مثلا هاي قرارات مفاجئة هاي الشاشة هاي فيها منخص لدرسين كاملات يا جماعة الخير نكتب لا الآن في عنا شيء له علاقة بالفوتر اللي هو المستقبل المستمر مستقبل المستمر من اسمه مستقبل مستمر إذن الوظيفة تعته الكنتينيوس اكشن اندى فيوتر اللي هو اكشن حدث مستمر في المستقبل حدث مستمر في المستقبل مستقبل مستمر يا أهل الخير لما أجي أحكي لك لا تتصل فيها بكرة ساعة سبعة المساء كاملوا بالعربي راح أكون أدرس معناها شغال في دراسة نفهم فاهم الأزمين عشان نعرف نستخدمها عشان نعرف ندرسها لقدام شوي الله يرضى عنكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله لما تيجوا الدرسوا لقدام إن شاء الله طبعا هسا جزء فيكم ايني بطلع مدرسة مدرسة اما أنا حكيتها قبل المرة يا ربي يحييني بس واشوفكم لما تتخرجوا من الجامعات كيف واكفين طوابير على ديوان الخدمة المدنية بتقدموا على تدريس وتدريس إضافي كمان وتدريس وين مكان على أساس أني أخذ خبرة ماش أوكي هسا عادي يحكوا البيتكمية البيتكمية بكرة بنشوف الآن فيوتر كنتينيواص اللي هو المستقبل المستمر المستقبل المستمر فاصلة التايم بعرف إنه مش أسلوب علمي بس مش مش مشكلة فاصلة هاي فاصلة التايم ووقت ثابت في المستقبل ووقت ثابت في المستقبل كيف يعني مثلا تمورو مثلا جاب لي نيكست مع أي شيء معها بكرة الساعة سبعة راح أكون أدرس بكرة ما بين التسعة والإهدعاش راح أكون أدرس بكرة الآن لا تتصل فيها بكرة لأنه راح أكون مشغول ذن حينها حينها أو في ذلك الوقت at that time في ذلك الوقت الآن this time tomorrow زي هذا الوقت بكرة لاحظوا كله فهم 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 بدل عن مستقبل شمال ومستمر بكرة الصبح يا جماعة مش فاضي والله لعندي شغلة معينة راح أكون شغال فيها بكرة بالليل يا أخواني راح أكون شغال فيها إذن هون بنحكي عن future age هذا اللي هون اللي هو continuous إذن فاصلة التايم ووقت ثابت في المستقبل فاصلة التايم ووقت ثابت في المستقبل يلا وقفوا الفيديو وعيدوا من ورائي اللي الآن فاصلة التايم ووقت محدد أو ثابت في المستقبل فاصلة التايم وقت ثابت في المستقبل طبعاً طالب بيقول لك هسه طب وقت ثابت في المستقبل طب ممكن يكون خطة على بي جونك تو طب ممكن يكون على الفريزنت كنتينيوس أصبروا شوي ممكن تصبروا شوي بس أصبروا شوي الله يرضى لي عنكم يا رب معنا هنا هذا هاي المشكلة التعقيدات اللي ببالنا هاي هاي اللي بيعملنا مشاكل يلا الآن فيوتر بورفكت المستقبل التام من اسمه مستقبل تام اذا اشي في المستقبل حيكون خلص يعني مثلاً 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 الآن بحلول شهر ثمانية الجاي حنكون خالصين من خالد إذن هذا مستقبل تام حنكون خالصين من خالد خالصين منه إذن إيش مستقبل تام مستقبل تام إذن an action that will be completed الآن by a particular time in the future أو خلاص حدث هيكون منتهي will be completed لو حتى ما كملتوا in the future it's okay يعني عادي لأنهم بينهون will be completed يعني by default معروفة أن we are talking about future بنحكي عن مستقبل الآن هذا أسهل درس عوجه الأرض في عنا اللي هي كلمة by هاي وسنس وfour الآن by وسنس وfour اتفقنا إنه by by ماضي شو هيكون الحل هون اللي هو ماضي تام أو تام أو ماضي تام مستمر عشان ما نخربط ماضي تام أو ماضي تام مستمر by ماضي ماضي تام أو ماضي تام مستمر by مش ماضي هيكون اللي هو مستقبل تام بحلول الوقت اللي بينجز فيه المهمة الفلانية راح نكون إحنا أنجزنا كذا إذن مستقبل تام by ماضي ماضي تام أو تام مستمر باي مش ماضي مستقبل تام باي ماضي ماضي تام باي مش ماضي مستقبل تام هلأ كونوا باي وسنس وفور بيتكرروا في أكثر من زمن إذن هنجي لهم في تفاصيلهم أصبروا شوي هلأ سنس وفور هدول زائد دليل مستقبل الطالب بيقول لك هون خلص أنا هون انتهى الموضوع إنا لله وإنا إليه راجعون أيش بيقول لك سنس وفور خربطوني بمليون زمن لا 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 هاي حجج الناس اللي ما بدهاش تدرس سنس وفور إذا شفت معهم إشي مستقبل مستقبل تام وين الخربطة في الموضوع وين وينها وينها الخربطة في الموضوع سنسو فور سنسو فور إذا شفت سنسو فور إذا شفت معهم دليل مستقبل مستقبل تام شكرا عفوا هو الأصل بالمناسبة المفروض مستقبل تام مستمر بس للأسف مش داخل الدرس فرحلوهم رحلوهم للمستقبل التام المهم إذن سنسو فور الله يرضا لي عنكم يا رب سنسو فور سنسو فور سنسو فور سنسو فور زائد دليل مستقبل إذن بنحكي عن مستقبل إيش هذا اللي هو مستقبل ما له يا محترمين اللي هو تام إيذن باي و سنسو فور باي باي إلى ما دقيقوا 엄마ة في الفيديو يله يدي позвол Lilly عيدوا من ورائي باي الآن باي ماضي belum position وانا ما هشانت طائفة الفيديو عشان نتطلع ط طلع عسيا طلع على ان ستظل علي فوق بالغروفة بالله بلادي عليكم طلع عليها واحكوا يلا وايو ماضي رجعوا رأسو يلا السريع باي ماضي ماضي تم أو تم مستمر إبivedلا مستقبل تام باي ماضي ماضي تم تم مستمر إب� good مستمر إبady مش ماضي مستقبل الآن سنسو فور زائد دليل مستقبل سنسو فور زائد إيش دليل مستقبل طيب الآن فاصلة التايم هاي لها قصة لحال فاصلة التايم أول معلومة لازم نعرفها طبعا الطالب اللي هسه شغال معي هو الطالب اللي درس الوحدة الثالثة آه يقولوا ما احنا الأزمين اتفقنا بالأولى والثانية والثالثة أو تعمل وشير للفيديو بديش ظل أحكي أعمل وشير للفيديو خلي غيركم يستفيد خلي غيركم هاي شرح الأزمينة كلها مع بعض 12 جماعة 12 درس هذول مش لعبة 12 درس وأعطيني في التعليقات إنه شو مدى فائدتك بالله عليك تعطوني هيك يعني من رب العالمين هيك أنرجي يعني إنه والله الشغل آه الحمد لله رب العالمين استفدنا والله مش إنه جهد على الفاضي سواء مني أو منكم يعني الآن فاصلة التايم أهم شيء حيكون مستقبل تمام تمام الأصل إنه يكون فيوتر كنتينيووس هذا وبهالزمنات كتبنا وهذا هو هذا هو الوضع هذا هو الوضع الطابعي إنه فاصلة التايم مستقبل مستمر لكن أحيانا تكون بتدل على مستقبل إيش مستقبل اللي هو تاب مع أفعال هاي الأفعال هلأ graduate مثلا معناه اللي هو يتخرج أذكركم بشغلة لما حكينا الآن خلال إن شاء الله سنتين الآن فلان هيكون متخرج من الجامعة جامعة بتكون reputable يعني جامعة ما شاء الله سمتها ممتازة الآن الطالب هيكون متخرج هل معناه هذا الكلام إنه يوميا هيتخرج من هولا سنتين وين رايح الصبح بله راح تخرج وارجع بكرة وين رايح راح تخرج وارجع لا طبعا لا إذن فاصلة التايم هاي اللي هون الأصل إنها مستقبل مستمر لكن تيجي مستقبل تام مع بعض الأفعال هاي الآن في غضون ثلاثين سنة سؤال جملة موجودة في الكتاب حيكونوا مخترعين دواء لمرض معين الآن خلال ثلاثين سنة هل معناها يوميا كل يوم العلماء بيخترعوا 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 طبعا لا إذن ننتبه الله يرضى لي عنكم يا رب إذن هون بنحكي عن فاصلة التايم مع هاي الأفعال اللي هو مستقبل تام هلأ نريح شوي هيك الآن لا مش رسي راح يعني إنه بالنا في تفكيرنا الآن لما جابوها وزارة يا مؤدبين يا محترمين جابوا على الفعل فايند الآن جابوا أربع خيارات وفاصلة التايم هل الطالب شو بيروح باله هيك هيك الطالب هيك بيضل يشكي حرام بيقول لك هسا بدي يجيب لي واحدة على ويل زائد مجرد واحدة بيقونكتو واحدة ويل بي آين جي واحدة ويل هفر بالثري أو شو بدو أنا ألاحك حتى لاحك مخي شو بدو يلاحك تعرفوا قسما بالله العظيم وسؤال حلينا في الدوسية يشهد الله عليه والله جابوا لهم خيار واحد على المستقبل التام وباقي الخيارات ولا واحد فيه مستقبل ولا واحد فيه مستقبل يعني المغمض واللي بصيرته مغمضة حتى الآن جاوب السؤال يعني عاد الأمور عادية بس إحنا نحتاط إنه لو جاب سؤال متميز سؤال عليه العين سؤال بدو شغل سؤال بدو تفكير الآن نكون إحنا يعني جاهزين إن شاء الله مية بالمية تمام ياهل الخير تمام طيب الآن محترمين مؤدبين خلينا نشوف هالجملتين ثلاثة الآن هاي الكلمة بتدل على إيش على إنه في جدول إذن هون بنحكي عن إيش عن اللي هو مستقبل مع be going to إذن I إيش I am going to I am going to وبعدين هون اللي هي visit I am going to visit touristic معناها سياحية أماكن سياحية إذن حسب جدولي حسب خطتي معناته أنا مخطط إذن be going to الآن الجملة اللي تحت I hope that I farag onto such courses I hope that I hope that هلأ شو هاي الكلمة اللي هي hope فيه إشي في الجملة بيدل على ماضي لا معناته مع وجود hope أنا أرجو أو آمل إذن بستخدم اللي هي إيش well زائد إيش هون زائد الفعل المجرد هلأ هون لازم نتذكر تذكروا آخر قاعدة في الوحدة الأولى كان في خمس أفعال اللي بيجي بعدها two زائد base intend وإذا ذكرتولي اثنين من اللي يضلوا بتكونوا تمام لحد الآن intend كمله intend و plan و hope want to afford اللي ذكر خمسة ما شاء الله ارمي هالدوسيات عمي و ارمي هالكتب خلاص ما بتكاشر بسن الله ما شاء الله بس ترمي هم مش بعيد لأنه هترجع لهم زي الأسد كمان شوي تجيبوهم تدرس الآن الخمسة إيش هم intend و plan hope want to afford intend plan hope want afford هلا واحد فيهم كان hope الآن شوفوا بالله عليكم لتذكر الفرق الآن hope فراغ مباشرة two plus base الآن hope هون زائد كلام اللي هو فاعل اللي هو كلام subject إذن هون اللي هو well plus base الآن لاحظوا notice لاحظوا ما يدير هاي اللي هون مهمة جدا في درسها و هاي اللي هون مهمة جدا في درسها hope two hope two إذا عجل الفراغ hope two مش غلط أبدا نكتبها هيك بعرف إنه مش اسلوب علمي بس أخوك خالد مش واقف قدامك عشان ينظر الآن بدنا نستفيد عمي بدنا نشتغل الوزارة تمام تمام إذن hope two مباشرة hope two hope two تعالوا نشوف الجملة هاي اللي يرضى عنكم what do you think in two years time شو هاي اللي هون فاصلة time إذن الأصل إنها مستقبل إيش هاي اللي هون مستقبل إيش الأصل إنها مستقبل مستمر الآن هون أنا ناسي أحط اليو هون نحط اليو طبعا في جزء بيقول لك فقد نسي أفي بطل نوسى أفي لأنه نسي اليو أفخدوها أفخدوها أطلع من الفيتي عم تكملش الآن what do you think فراغ وفي عنا do وفي عنا you لاحظوا ملاحظة إنه هون طالب مني ستين مطلوب طالب مني إني أنا أحط الفاعل بالمكان الصح هلأ جزء بيقول لك هذا سؤال كونه سؤال إذن هون لازم تكون اللي هي well بعدين you بعدين be بعدين doing هذا حل صف ثامن فصل أول يعني أقرب للسابع منه إلى التاسع مش فصل ثاني قريب للتاسع لا قريب للسابع هذا الحل اللي هون هذا صفر ولا بأخذ عليه شي بالمرة لا لا طبعا صفر ولا بأخذ عليه ولا إيش بالمرة ولا إيش نهائيا طب شو الوضع الطبيعي والوضع الصح الوضع الصح لازم يكون اللي هو you الآن will be doing will be doing طيب الآن تعالوا معي خطوة خطوة بالله عليكم هذا اللي هون طبعا ناقشناه بتفاصيله في درسه هذا اللي هون ترتيب جملة ولا ترتيب سؤال هذا اللي هون هذا ترتيب جملة وليس وليس ترتيب سؤال هذا ترتيب جملة وليس ترتيب سؤال لأن السؤال جاء في بداية الجملة أو في بداية اللي هو السؤال الآن هذا اللي هون حيو ياهل الخير حيو هذا اللي هون هذا هذا اللي هون اللي هو هذا هذا ترتيب إيش يا حضرات هذا ترتيب اللي هو السؤال إذن هذا اللي هون أخذ ترتيب جملة عادية هذا اللي هون فاعل وهذا اللي هو will be doing مباشرة وربعض لأنه هاي هذا اللي هون ترتيب السؤال طب علامة السؤال موجودة عشان إيش عشان اللي باللون اللي هو هذا اللي هو البي بلو هذا اللون اللي هون البي بلو لشو إيش اللون الثاني اللي حكوا لي عنه نود نود ولا نود إيش نود نود إيش زي هي إذن بدنا ننتبه الله يرضى عنكم يا رب مر علينا بتفاصيله هذا اللي هون بس لازم تذكروا الآن الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي لي بالكم إن شاء الله مساء الخير صباح الخير يا رب المؤدبين المحترمين هسا بنيزي لهاي الله يرضى لي عنكم يهدي بالكم يا رب الآن هذا الإشي المهم جدا 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 طبعا اللي فيكم مصل لحد الآن معي هذا جبار وجبارة يعني الله يعطيكم الصحة والعافية يعني تتحمل درس ثقيل زي هذا وتتحمل مدرس زي هذا الآن هذا إنجاز والله إنجاز الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب يلا معدبين المحترمين بسم الله الرحمن الرحيم الآن هون كلمات تتكرر كثيرا جدا 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 كلمات بتتكرر كثير كلمات بتتكرر كثير كلمات بتتكرر كثير يلا بسم الله هلأ أول شيء الآن هذول الكلمات اللي هون يا ماضي تام مستمر يا مضارع تام مستمر ماضي تام مستمر مع دليل ايش بيكون في الماضي تعالوا بالله عليكم الله يرضى لي عنكم يا رب الاندي جراوند وازويت اتفراغ اول نايت هلأ شو هاي اللي هون عنا هون اللي هي اول دليل استمرارية هذول سميناهم دلائل ايش هذول اللي هون دلائل استمرارية هلأ هذا دليل استمرارية صح صح اذا يا مضارع تام مستمر يا ماضي تام مستمر فيه عن نوازن اللي هي ماضي اذا ثبتت الرؤية انها ماضي تام مستمر إذن هون had been وبعدين هون reining إذن had been reining. الله يرضى عنكم يا الله. طيب. تعالوا على الجملة اللي بعدها. people for our laptops since 1990s. خوف قلبي طالب بحكي لي هاي اللي هون ماضي. شو اتفقنا قبل شوي اتفقنا أنه الزمن بعده sense نغطي عليه ولك أنه موجود. إذن مضارع ثام مستمر. إذن حلها هون اللي هي have. إيش? have been. إيش يا أخواني? have been using. هلأ مضارع ممكن طالب يقول لك طيب sense for مره في المضارع التام. عادي 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 جدا. ما كان فيه بالخيارات مضارع تام. مستمر مضارع تام. انتهى الموضوع. هلأ ما أعطيني هون بي بين الأقواس. إذن ثبتت الرؤية حيكون الحل على إيش? على المضارع التام. المستمر يا أهل الخير. طيب. إذن هاي أول معلومة. هسن يجي للشاشة الدسمة جدا هاي. sense for. يا سلام يا سلام. من الصف الثالث والرابع. هي بتمر علينا sense for. يا أهل الخير. الآن شوفوا تلخيصها كله كامل. هالأسطر اللي قدامنا. زائد دليل ماضي. إذن ماضي تام مستمر. بسيطة. والله ما بدها إشي. sense for. دليل ماضي. ماضي تام مستمر. sense for. دليل مستقبل. مستقبل تام. sense for. fish. دليل لا ماضي. ولا مستقبل. مضارع تام مستمر. شكرا عفوا. هاي كل الدوشة الطالب بيقول لك يا عمي sense for. هاي بتعملي. قال لك يا عمي شو بده يحفظها يا عمي يا عمي يجب ما بدها إشي. ما بدها إشي. sense for. مع إشي في الماضي ماضي تام مستمر. sense for. مع إشي مستقبل. مستقبل تام. sense for. لا في لا ماضي. ولا مستقبل مضارع تام مستمر. شكرا عفوا. لا تعمل عجقة. طالب توزيهي انت وطالب التوزيهي بنتي. يا أخوي. الله يرضى عنك يا رب. أنتوا على وشك جامعة الآن. على وشك جامعة يعني we are about to. نحن على وشك we are about to. معناها على وشك إلا ندخل جامعات. فانتبهوا والله يرضى لي عنكم يا رب. خلص. هاي هي قضية sense for. إذن المفروض تنحل بعد اللي أنا حكيته. تعالوا على باي. بتتكرر في مليون زمن. الآن باي. إذا كان بعد باي ماضي. ماضي تام أو ماضي تام مستمر. باي وراها مش ماضي. مستقبل تام. إذن هاي من الكلمات المشتركة. لاحظوا ها. الآن باي ماضي. ماضي تام مستمر. ماضي تام أو تام مستمر. إذا في دليل استمرارية ماضي تام مستمر. ما في ماضي تام. باي مش ماضي مستقبل تام. تعالوا بالله عليكم. باي the time he arrived. الآن باي. الآن أجا وراها subject plus verb two. سألتك بالله العلي العظيم. هل العقل اللي الله أعطاك يا عز وجل حتستخدم هون مستقبل وهاي ماضي والمشلحة درجة. إذن باي هاي اللي هون ماضي. إذن الحل هون. يا إما إيش. يا إما ماضي تام أو تام مستمر. متى بيكون تام مستمر يا إخواني إذا كان في دليل استمرارية طبعا أكيد. الان باي the time هي ألا يستعد. وشو هاي الكلمة اللي هون باي. الان هاي اللي هون فرب وان زائد. إيش يا حضرات. زائد اللي هي أس. مضارع ولا ماضي هاي الله يرضى لي عنكم يا رب. مضارع. هاي اللي هون إذن زمنها إيش مضارع. يعني إيش. يعني ماضي ولا مش ماضي. يعني مش ماضي. إذن هون ثبتت الرؤية وانه هون مستقبل إيش. مستقبل تام. حي. انحلت. مشكلة باي المفروض. المفروض. يا رب إنها قاعدة بتنحل مشاكل. أنا أخوة في قلبنا قاعدة أصنع. أنا مشاكل. الان المفروض إنها انحلت مشكلة باي. المفروض. المفروض. طيب. تعالوا هون يا مؤدبين يا محترمين. that's how. that's why. so. الان هذول شو معانيهم هذول؟ معانيهم هذول نتيجة لذلك. الآن شو هيجي بعدهم هون. رح هيجي بعدهم اللي هو النتيجة. قبلهم هون قبلهم السبب. إذا كانت النتيجة في المضارع. النتيجة الآن. معناته الحدث صار قبل شوي. إذن مضارع تام أو مضارع تام مستمر. مين الصح فيهم. اثنين صح. اثنين صح. فحسب الخيارات اللي بيجيب ليهاها. سهل على حال. يا عمي لا تعقد الدنيا مشان الله. إذن كانت النتيجة مضارع فالحل مضارع تام أو مضارع تام مستمر. لأنه المضارع التام بيعبر عن نتيجة في الحاضر. المضارع التام المستمر بيعبر عن نتيجة في الحاضر. إذا كانت النتيجة في الماضي. معناته السبب قبلها صار. إذن الحل ماضي تام أو ماضي تام مستمر. حسب شو الاشي الموجود قدامي. يا ماضي تام يا ماضي تام مستمر سهل جدا أتعامل معها النتيجة مضارع مضارع تام أو تام مستمر النتيجة ماضي ماضي تام أو تام مستمر النتيجة مضارع مضارع تام أو تام مستمر النتيجة ماضي ماضي تام أو تام مستمر الآن كلمة إبري مرت معنا في أكثر من مليون زمن مرت معنا هاي اللي هون مثلا في المضارع البسيط كانت بتدل على إيش على اللي هي الروتين الآن ومرت معنا في المضارع التام المستمر مضارع تام مستمر مضارع تام مستمر مضارع تام مستمر في التام المستمر مين فيهم صح الثنتين صح قولا واحدا الثنتين صح حسب الخيارات اللي عندي خلص اذا الثنتين صح ممكن انا عادة والله معينة اني بدرس انجليزي كل يوم وممكن انا والله انا بدرس كل يوم بلشت من فترة ولا ازال مستمر اذا مضارع تام مستمر عادي جدا شو بسط لا تعقد لا تعقدوا الدنيا لا تعقدوها الله يرضى عنكم يا الله تعالوا يا محترمين على وين هاي دوشة لحال قصة لحال هلا وين الله يهدي بالكم يارب اول شيء لازم انا افصل بينه وبين حالي الان وين الها مليار الف استخدام وين معناها عندما او لما لما بشوفكم يا جماعة لما تخلصوا هذا الفيديو خبروني هل بحكي عن ماضي لا الان لما يا جماعة الخير لما انا بلشت بالوحدة الاولى كان كذا وكذا الوضع اذا بحكي عن ماضي اذا اول شيء وين قد تكون في ازملة الماضي وقد تكون في الحاضر والمستقبل هذا اول شيء تعالوا هون الان وين الوضع الطبيعي الى وين اذا اجمعها هون مضارع هذا اللي هون مضارع بسيط فالشق اللي ضل هيكون هذا اللي هون مستقبل الان ما كان عندي هون مستقبل هذا زي هيك ممكن يكون مضارع زيه اهم شيء اني افصل انه وين مش دائما ماضي هاي المعلومة الاهم انه وين مش دائما ماضي وين مش دائما ماضي وين مش دائما ماضي الان الوين هاي نقشناها هاي في درس الماضي المستمر الان وين subject verb 2 هذا اللي هون ماضي هذا اللي هون ماضي هذا اللي هون ماضي الآن إذن الوناية اللي تحت هاي اللي هون لها علاقة في أزمنة الماضي الآن هذا سمناه شق إيش للي ذاكرته صح شق وين هذا سمناه إيش الشق الآخر لاحظوا الشق الآخر was where ing ما كان بالخيارات was where ing هيكون had verb 3 ما كان had verb 3 هيكون verb 2 أعطاك أنت تختار was where ing بسيطة بسيطة ما بدهاش ما بده تعقيد لا تعقد ما بده تعقيد إذن هل وين كل ونات الدنيا ماضي لا ممكن مضارع مستقبل الآن تعالوا الله يرضى لي عنكم يا رب على هاي لها علاقة في مرونة عقلية بالدرجة الأولى الآن الطالب اللي بحفظ حفظ 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 بيقول لك وين هاي اللي هون إذا أجمعها مضارع الشق الآخر مستقبل I arrived مش مستقبل معناته وين لها علاقة في الماضي طيب الآن وين فرب 2 ما في بالخيارات فرب 2 الله لا يوفق وظالم مفتري ما أعطنا شيئا لا حوله ولا قوة إلا بالله هو هذا شغل طالب توزيه هذا هو هذا شغل طالب بدي يدخل جامعة هذا ويعتمد على أسلوب البحث العلمي في الجامعة الله الله بحث علمي مين الآن يا أهل الخير بالله عليكم الأصل إنه مع وين ماضي فرب 2 كونه هذاك ماضي معناته هذا فرب 2 ماضي طب يا محترمين يا مؤدبين هذا ماضي لا مضارع إذن هذا غلط حاز ماضي لا إذن هذا غلط والماضي إذن هذا غلط إذن الخيار شو هو was explaining الآن ما لقيت البدياه هون نختار نختار الأقربة شو عراب كلمة الأقربة ما وفعل به منصوب الأقربة للحل للحل المثالي أو الحل المثالي يعني المقصود المتعارف عليه اللي الناس بتعرفه بنختار الأقرب روح تبدك مثلا تختار مثلا لون جاكيت لون مثلا أبيض شو حكولي هذاك اليوم أبيض مطفي في أبيض لامع و أبيض مطفي أبيض مطفي ما لقيتش أبيض مطفي تختار أقرب إشي له أقرب إشي للأبيض المطفي اللي هو النهدي و درجاته يعني بتختار الأقرب دائما للإشي اللي في بالك أنا بدي هون ماضي بسيط ما لقيت ماضي بسيط إذن بختار اللي هو الأقرب إلو دائما و أبدا مفعول به منصوب الآن يا أهل الخير آخر شاشة الآن هذول الكلمات يا أبي هذول الآن اليوم هذا الأسبوع هذول كلهم هل بيدلوا على ماضي؟ المفروض لا المفروض لا الآن هذول ممكن مضارع بسيط ممكن مضارع مستمر ممكن مضارع تام ممكن مضارع تام مستمر يعني والله أكثر من استخدام توجيه والله أكثر من استخدام I فراغ English and biology this week الآن this week هذا الأسبوع مش was ماضي ولا where الآن في عندي هون I have revised و I revises فربون زاد S مستحيل إذن وين الحل يا محترمين اللي هو I إيش I have revised اسمع تعرفش شو السؤالي لبالكم أنا أنا عارف هاي شغلتي صار لي هاي نص قرن بالتدريس الآن سؤالكم كالتالي طب لو جاب ليها ما جاب ليها ضع دائرة لو جاب ليها صحح الفعل أنا خالد اللي أنتو بتسمعوا لي بعرفش أحلها بحلها على التام ممكن أحلها على التام المستمر ممكن ممكن أحلها حرنا نبدأ حل عليها زمن ممكن أحلها على المضارع المستمر مثلا هيني شغال الآن أنا بدأت ولساتني شغال مضارع تام يا جماعة والله هاي راجعتها هاي نها بآخر المراجعات مثلا يعني معنى تم مليون حل إلها إذن خلص بسنا أعرف انهم علاقة في المضارع هذول الآن تجد ولي يلا يحفظ الطالب حفظ عن غيب أنه ناو مضارع مستمر وخلص يلتزم في هاي المعلومة طيب بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم الآن وكمل الجملة للآخر طب هاي جملة في قطعة مضارع بسيط معناته مضارع إذن ثبتت يا رب يا رب مع نهاية هذا الفيديو الثاني تكون ثبتت الرؤية أنه إذا في تعقيدات هي تعقيدات في بالنا نظرتنا للموضوع ولهو الموضوع مش معقد بالطريقة هاي يعني الأزمة ما في مش بالسكين يا هيك يا يقام عليك الحد لا لا الآن طب ناو اسمع وقت على The Internet of Things أول سطر فيها يلا الآن Everyone knows that The Internet connects people but now It does more than that It does more than that It does more than that Now It does more than that مش It is doing صح صح مية بالمية شاهد إذن الموضوع بسيط خلص هذول بيدلوا على أشياء مضارع انتهى الموضوع خلص الآن معناته اللي هو have revised هلأ كلمة Always هاي مرت علينا كعادات مضارع بسيط وترى ديروا بالكم هاي تيجي مع المضارع المستمر المضارع المستمر ما بدي أنكد عليكم يعشتكم إنه مضارع مستمر بالدرجة الأولى بتدل على شبه تقريبا عادات اللي هي الـ repeated action اللي العلاقة في يعني بتكون إلى حد ما في الـ bad connotations اللي هي مفاهيم سلبية فلان is always coming late فلان is always making noise بس أهم شي تكون المعلومة عندي إنه Always دائما ممكن تدل على مضارع مستمر وممكن تدل على مضارع بسيط وانتهى الموضوع اللي تبع معي كويس أتوقع أتوقع ويا رب أنه توقع في محلو أنه استفدت كي البعير من المعلومات وريحت حالك هيك هنشوف لما تيجي ترجع تكتب الشاشات كلهم تكون كاتب كله كامل ترجع له هيك مرة مرتين ترجع له بعد شهر زمان هيك ترجع للملاحظات اللي كتبتوها بعد شهرين مثلا الملاحظات اللي كتبتوها طالب الكيس الفطن كل اسبوعين ثلاث مثلا صاروا لحد الآن فيديوها اثنين الفيديو ثالث حل فيه الآن برجع مثلا للفيديو الأول يشغلوا هيك بدوا يعمل أي نشاط معي يشغل الفيديو يسمع له خالد عشر دقائد ربا ساعة بعد هيك ربا ساعة بعدها بعد يومين ثلاثة ثمان ربا ساعة يعني بيمر عليه أكثر من مرة تثبت الدنيا 12 زمن هذول مش قضية سهلة بالله عليكم شير حلفتكم بالله ما استطعتم شير أو منشن على الأقل زائد اللي هو ضرور جدا تتحلولي بالتعليقات إنه إن شاء الله تعالى نكونوا استفدتوا اللهم أمين يا رب العالمين وتستحقوا الخير والله العظيم تستحقوا أن عجبت لهم قالوا تماديت في في المنا وفي المثل العليا وفي المرتقل الصعب الفيديو الثالث حيكون في ورقة عمل محترمة هيها موجودة في دوسية الوحدة الثالثة في الآخر يلا طلاب المحترمين المؤدمين سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الآن الصبح صورت اللي هو فيديو العزمنا الثاني والذكرت والله بنهاية اليوم إني مش راجع للشاشات فهينعملت فيديو جديد للشاشات عشان ما تقودوا تدعوا والله يرضى عنكم يا رب يهدي بالكم محترمين مؤدمين تفضلوا يلا هاي شاشة رقمها 16 الآن وهاي رقمها 17 أو هاي رقمها 18 وتفضلوا هون 19 يلا يا أهل الخير 20 ترى لما فيه آلية معينة أسهل من تقلب بالطريقة هاي بس يلا مش مشكلة 21 يا أبي لو اني كنت ناسي بسها الشاشاتها يا أبي شو بده يصير هاي 22 تفضلوا يا أهل الخير 23 24 25 26 26 تفضلوا 27 28 29 29 30 31 30 وخلص الله يعطيكم الصحة والعافية زي ما حكيت بنهاية الفيديو قبل شوي نعمل له الشيء الله يرضى عنكم يا رب وطمنوني تخبروني إن شاء الله استفدتم الآن هسا مباشرة إن شاء الله بدي أبلش أصور باللي هو الفيديو الأخير الله يعطيكم الصحة والعافية سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر